ملف تمثيل التركمان في مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأيضا تحقيق الإدارة المشتركة في كاركوك بين مكونات المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية الذي عقد اليوم في مقر رئاسة الجبهة بمدينة كاركوك برئاسة رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي عقدت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية اجتماعا برئاسة رئيس الجبهة الصالح في مقر رئاسة الجبهة التركمانية بمدينة كاركوك وأجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين العراقية والتركمانية ومناقشة الاستعدادات لخوض الانتخابات القادمة وضرورة حسم ملف ممثل التركمان في مجلس المفواضين في المفواضية العليا المستقلة للانتخابات كما تم التجديد على ضرورة إعادة النظر في التعينات بصفة عقود في مكتب مفواضية كاركوك والذي يفتقد إلى توازن وضح وفيه تهميش للمكون التركماني وخاصة في التعينات الأخيرة كما بحث اجتماع الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية سبول تذليل العوائق أمام عودة النازحين التركمان إلى مناطقهم الأصلية وتوفير الخدمات للمناطق التركمانية المهدمة بسبب الأعمال الإرهابية ونقش المجتمعون أيضا الوضع الأمني في المناطق التركمانية وضرورة إبقاء إدارة الملف الأمني بيد القوة الاتحادية وتفويت الفرص على الإرهابيين الذين يعملون على زعزعة الأمن في التسخرمات وكاركوك وضرورة قيام القوات الاتحادية بتعقب الجبهة الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية ومقرات الجبهة التركمانية كما دعت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية إلى ضرورة تطبيق الإدارة المشتركة في كاركوك بالتساوي بين مكونات المحافظة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها